السلام عليكم. فرش عمنا لكم فرن بانوراما حلوة قوي. ايرفراير وفرن. الاتنين مع بعض. انا عايز اقولك بس اللي هو حاجة جامدة جدا. وانا جربته عملت بكل حاجة. وهورهولك في الريفيو ده عامل ازاي. المفاتيح متاعته مبدئيا كده. الشياكة كلها موجودة فيه. الصاج الكبير. الجريل. الشبكة اللي بتعمل اليرفراير. وتعالوا نجرب اول حاجة اليرفراير اللي هو القلي بدون زيد. اول حاجة المفتاح العلمين ده اللي هو الخاص بالوقت بتاع التشغيل. وبعد كده التلاتة دول هورهم لك وعليهم لك ازاي بتشتغل عليهم. طيب اول واحد كده انا عايز اعمل اليرفراير. هتزبط لعلامة اليرفراير قدام حضرتك والمفتاحين اللي على الشمال دول اللي بيشغلوا الهترات اللي فوق واللي تحت. وبخلهم على ابتن وخمسين. وباخد عندي الصاج الجميل دهوات اي مقالي عندي. بدون زيتها يا جماعة. وهتشوفوا العظمة هتطلع عاملة ازاي. تلت ساعة خمسة وعشرين ديها بالزبط. طلعي حاجة محترمة جدا. وارمشة مفيش بعد كده. بص حتى توزيط الالوان بتاعته عاملة زاي البطاطس والكبيبة. ومفيش نقطة زيت فيها. تعالوا بقى نسوي حاجات تانية وبوريكوا قد ايه هو جامد جدا. المفتاح اللي على الشمال ده بخلي على مية وتمانين. بزبط الفرن فوقه تحت بالمروحة. وطعالوا نسوي اول حاجة البيتزا. يلا بينا نفتح الفرن. ويكون سخن معايا. ونبدأ نسوي عندنا. ونشوف قد ايه هيطلع الالوان بتاعت البيتزا كلها مزبوطة جدا. خمسة واربعين لتر على فكرة. الفين وسبعمائة واط. فبالتالي بص الحاجة اصلا من جوة. ما شاء الله الحاجم بتاعة حلوة جدا. ومحترم قوي على فكرة. وبيشيح حاجات كتير. وبص بيسوي الانجليش كيك برضو ازاي. درجة حرارة مية وسبعين تشغالي فوق وتحت. بالزبط خمسة وتلاتين دقيقة. اتفرج على الجمال الحاجة عامل ازاي. تعالوا برضو منسوي العيش. درجة حرارة مية وتسعين برضو. بشغل المفتاح اللي على الشمال. وببدأ اللي انا اشغل الفرن فوقه تحته بالمروحة. وتفرجي على جمال اللقمة عامل ازاي. ما شاء الله لون وشكل وكل حاجة. والحجم انتعصك كمان بيشيل كمية حلوة. وتقدر كمان تحط على الجرلا اللي تحت دي كمان لو عندك. بص يا بيش يا جمال القراصون عامل ازاي. تعالوا سوا عندنا عامل فيه برضو. معنا بسوي لك الحاجات الحساسة قوي 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 اللي هي فعلا مش اي فرن بيطلحها كلها بتبقى لون واحد وبتبقى قبة وبتبقى بالشكل اللي حديد كده شايفاه. انا عامل لك كل حاجة عاملي في الرفيو ده عشان الفرن ده فعلا يستحق انك تجيبين عندك في البيت. مساحته حلوة قوي وشكله حلوة جدا. وفي نفس الوقت هسوي لك فيه كمان الكيكة الاسفنجية. تعالوا نزبط الفرن درجة حارة مية وسبعين. بشغل الفرن فوق تحت. وتعالوا نسيبه اهو. ادي درجة حارة مية وسبعين. بنزبط. بشغل الفرن فوق تحت. بالمروحة. وازبط الطيب اللي انا عايزه. وبعد كده قوم سايب الكيكة الاسفنجية خمسة واربعين دقيقة. اتفرج على جمالة عاملة ازاي وهي في الفرن. لأ فرن بانوراما بصراحة من فرشة عاملاه. حلوة قوي يا جماعة. انا جربته. عملتلك فيه كل الحاجات الحساسة اللي ممكن تستوي فيه. شوفكم على خير. اسابلكم لينك تحت. سلام عليكم.